تحية طيبة لكل اخوان متابعينا مرحبا بكم في فيديو اليوم اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو نحاول نجاوب على الاسئلة لبعض اخوان بخصوص الموضباس ديال السيمبل سي بي اي كان بزاف الناس اللي يعني كتنسى لهم الموضباس او الجيميل اللي داروا به الانسكريبسيون او بعض الناس كيكون عندهم موضباس عند كونتابل وكيضيع لهم يعني وكيبغوا يصرحوا في جهة اخرى او كيوقع لهم مشاكل وكيبشي لهم الموضباس ثم ان شاء الله في هذا الفيديو قدي نحاول نشوفوا طريقة استرجاع الموضباس او الجيميل خاص بالتصريح بواحد طريقة مبسطة وسريعة ان شاء الله خليكم معنا بالنسبة قبل ما بدأوا الفيديو بالنسبة للاخوة اللي كيسهولون على التعمل الاجباري او الواجب التكملي غدا ان شاء الله غدي يكون على القناة صباحا غدي يكون الفيديو خاص بالشرح شامل ان شاء الله لهذا القانون التكملي او التغطية الصحية اللي كيسولون عليه بالزبط الاخوة سمحوا لنا لبعض الاخوة اللي ما كنجاوبهم لان الكم هائل اللي كيصدر علينا اسئلة على الاباش اذا على بركة الله نبدأوا نشوفوا اولا طريقة يعني استرجاع اللي كيبشي لنا مع يعني اه بارفوك نساوي او كيضي علينا دونك قدي ندخلو الاسمبل وندخلو الاكسيدي وسيمبل عادي بحال اللي غنديرو الدكلاراتيون ووالا كتبنا نهاد فضاء المنخاريطين اللي فيها لوغين ومودوباس ندخلو يعني لوغين او لكان عندنا فقط ندخلو الادونتفين فقط. دونك هنه ندير اي حاجة يعني اه وخام يكونش المودوباس تاني صحيح دير يعني المودوباس الول لوغين صحيح ومودوباس تاني يعني وخي يكون غالط حاول تسيزيه مثلا وخي يكون خاطئ. ولا قدي نديرو يعني هاد الكود او الكابتشا. دونك اه قبل ما نديرو يعني بالنسبة الناس اللي تنسالهم المودوباس قبل ما نديرو ما نديرو نخلي ودي كونيكتين ما نديرو هاش ونهب طلطيح نديرو مودوباس اوبلية يعني نسيت لو مودوباس غدي ادينا مباشرة الواحد يعني اه الواجهة كما كتشوفو غدي تلع لنا هنا يا جوج امور اللي هي يعني بسيطة ومتاحة يعني وموجودة عن جميع الكونتخيبية. اللي هي رقم التعريف الضريبي لييف اللي كتسمة لييف. ومن تحت منه يعني هنا بطاقة الوطنية دير الشخص المصرح يعني امور معلومات بسيطة جدا اي واحد را عنده الرقم التعريف الضريبي. وعنده يعني البطاقة الوطنية. دون غدي تسيزي رقم التعريف الضريبي في الخانة الاولى ولا كارت في الخانة الثانية. ودير هاد الكود يعني 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 يعطي الكسيستين. وننسيزي هاد الكود كابتر. ومن بعد يعني من دخلوا هذه المعلومات لكارت وليزون تيفيون فيسكال نديرو تسجيل الدخول. كما غدي نشوفه بطريقة مبساطة. غدي يدخلنا مباشرة يعني الوالا. غدي يدخلنا يعني الجهات اللي فيها يعني معلومات خاصة بنا لكارت ناسيونال. والرقم التليفون دياني. ممكننا نغير هذه المعلومات. وايضا يعطينا الجيميل اللي كان قديم ديجا. انا دك يعني ممكن لك تغير تاخد جيميل ديالك وتسيزي هنا يا. وايضا الغانات ثانية كيف يعطيك تدير موضو باس جديد. تحاول الدخل موضو باس جديد. ودير كونفيرمي. او تشجيل. من بعد كي يجي كي يجيك الموضو باس الجديد في الادرس ايميل اللي دخلتي. يعني وكتكون بوالا حصلتي على الموضو باس بطريقة مبساطة وسريعة. يعني الان كنكون يعني وصلنا للإطابة ثانية. كانتمنى يعني سيكون يعني في العديد من الإخوة اللي طرحوا لنا هذه المشكلة. حاولنا نديرو لكم هذا الفيديو في عجالة. باش ان شاء الله اي واحد يركوبير الموضو باس ديالو. اذا في الاخير نسمنا يعني الفيديو يكون يعنينا الاعجاب ديالكم. الى عجبك الفيديو حاولت بارتاجيه مع الإخوان لايك الفيديو. ايضا اابوني بالنسبة للناس اللي مازال ما سابونه واشعدنا. شكرا لكم وننتقل في فيديو قديم ان شاء الله.